مسألة حرية التعبير وحدودها وشنو تنجم تقول في ميكرو وشنو متنجمش مهيش مطروحة كان في تونس احنا في بلادنا نحلو الحويج هذي في المحاكم وكلفنا القضاء عن طريق المرسومة 54 سيئ الذكر باش يقرروا لنا شنو اللي يتقال وشنو الممنوع مواطنة كما سونية الدهماني قاعدة حاليا تعمل في التجربة هذي في فرنسا ايضا المسألة مطروحة بقوة بعد مقرة غاديو فرانس اللي هي الاذاعة متع الدولة انها ترد كرونيكور اسمه جيوم موريس على خاطر عمل النكت على نيتانياهو وكأنه بدأ يطفى الضو على بلاد فلسفة الانوار واتضح مرة اخرى للمساس باسرائيل ولا باحد القادة متع الكيان السهيوني يعد مساس بمقدسات الدولة الفرنسية اللي تحكي على حقوق الانسان وعلى حرية التعبير هو في حقيقة الامر ما كانت جد كان على السذج الغناية متع حقوق الانسان وفلسفة الانوار وكانت عاتية كيما نقولوا هكا شوي رسيد اخلاقي لفرنسا والاوروبا بصفة عامة ما لازم نتفكروا لوقت الاستعمار مثلا ولوقت اللي الدولة الفرنسية قررت تقتل لكناك على سبيل المثال كانت موجودة زادة فلسفة الانوار هذا لو اتفقنا على انها نورة حاجة دابور كان نقراو مثلا شنو كتبو مونتسكيو ولا غوصو على اصحاب البشرة السوداء نقراو حويج مزيانة مثلا مونتسكيو قال اللي منجموش نتصورو اللي الاله اللي هو حكيم جدا ينجم يحط روح طيبة في جسد اسود يعني هذي مشترة على الانوار والفازيت فبحيث كيف نكون ونعرف التاريخ متاع العكري ما نستغربوش برشة من مقال الاشياء اليوم فرنسا اللي حكي الروحة انها عندها جانب اخلاقي وفلسفي قوي ترميق من الايام الاولى في احضان اسرائيل وقدمت لها كل اشكال الدعم الممكن وسائل الاعلام الفرنساوية جندت لكلها لتبرير الابادة اللي تعمل فيها اسرائيل وهاجموا بكل شراسة كل من حاول يدافع لحق الفلسطينيين في الحياة حتى في البرلمان الفرنساوي اللي تحلتها وتم منع رفع العالم الفلسطيني بينما في وقت من الاوقات لكلها تساند في اوكرانيا برفع العالم ممتاحة في نفس المكان يعني قمة في النفاق والتلاعب بالقيم والمبادئ اللي زعمها زعمها كونيا نفس فرنسا اللي خرجت بالالف الدافع على اللي يسميوه حرية تعبير بعد احداث شغلية بدو نلقاه هاليوم اضطرت كرونيكور على خاطر جبدة لنيتانياهو هو صحيح حتى احنا منفوتوهم كان بالصبر ونجمو نحطو ناس في الحبس على خاطر قالو كلام ما يعجبش ولكن على الاقل ما جينا نعطيوه في الدروس لحتحد على اساس عندنا افضلية اخلاقية على خاطرنا ياسر متحضرين في الفين واربع عشرين في فرنسا تنجم تقول اللي تحب على ايمانويل مكخون وحتى على مرتو كان لزم وتنجم حتى تشكك في كون همراء وتتعاقب بمجرد اخطية ولكن كيف تمس اسرائيل ونيتانياهو تتطرد من خدمتك وكان عجب النسكل حرية التعبير ومداء احترامها هي المحرارة الحقيقي متع التقدم وتحذر من الواضح انه فرنسا بجملة مواقفها الرسمية المخزية واللي وصلت اضطرد كرونيكور على نكتة عملت برشة خطوات التالي والاكيد انها معد عندها حتى درس تعطيها ولو ماروين في وقت من الاوقات الموقف الرسمي متاع فرنسا في علاقة بالقضية الفلسطينية ما كانش بهذه المسافة وبهذه الهكل في بعض الاحيان حتى الدغمية لانه نذكره وقت اللي كان يحكم اليسار وحتى وقت جاك شراك الموقف كان فيه نوع من التوازن وكان في حتى في اكثر من مرة يعترف بحق الفلسطينيين في ارضهم وفي دولتهم الملاحظ كونه بعد بدايات سنوات الالفين يمكن بما ترتب عن تفجيرات 11 سبتمبر عن منوان وقتها الموقف الفرنسي كذلك كان معتدل على فكرة لكن ما بعد هدايا بداية يمكن من من ساخكوزي واحنا راجعين تغير الموقف تماما بالنسبة للدولة الفرنسية وزادة ما يزمناش ننساولي فما لوبيات سيطرت في وقت من الاوقات وقعدت عدي في في رسائل واضحة في الاعلام الفرنسي هدايا يظهر لي معادش فالا حد ماتهو ما بيدهم مقالو كتا ذكر حكين علي وحكين علي وقليجت بحضين سارة غريلا من الوريان أغيران إكسرس ماتهو ما اللي جورناليست متاحهم بيدهم قاعدين يفتحوا في ممارسات اللي اللي حكيت عليها انتي والضغط يعني اللي قاعد يسير على اللي جورناليست وعملو كالزيتا جنروا دي لابرسة اندبندة نو فما الاعلام المستقل اليوم في فرنسا مروي نحكي على حاجة على حكيت ماتهو ماتهو دي سكيو نوبيين وإلا افريقيين اليوم اثار ماتهو دي تخزور يعني كونوز افريقية موجودة في المتاحف متاع فرنسا وكانوا عد مكران انها ترجع الافريقيا والمحافظين متاع اللي ما تحفظوا ما قال الكلم طو ما يعرفوش يحافظوا عليها الافريقي خلنا نتخل فينا احنا ما نعرفوش نحافظوا على معندتها اثارنا وتراثنا وتاريخنا معنى ميبو كم ما قلت انتي اه تقعد اي معاناها 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 عيب كبير اليوم ومفضيحة كبيرة انا كنتجمش تنتقد نتانياهو اه لكن تقعد فهمها كل مغجة صغيرة كبير متاع حرية التعبير اللي احنا اخلطنا لها مدة وعودنا ترجعنا عليها وهذا يحيلنا الى مفهوم حرية التعبير اليوم في العالم في ظل صعود هالتيارات الشعبوية في ظل عودة القومية خاصة في علاقة بنتائج انتخابات البرلمان الاوروبي واللي قاعد اه ممارسة يومية اليوم في الشارع الاوروبي ومش كان في اوروبا على فكرة في كل انحاء العالم اليوم حرية التعبير كي انه اصبحنا اه بين ظفرين اناكلوا وانقيسوا كي انه الخطوط قاعدة تمشي والمربعات قاعدة تمشي وتضيق معاناها في العالم العالم قاعد اه العالم قاعد يغلي العالم قاعد يغلي و اه فما عدد معناتها من من الشخصيات اللي مازالوا يتسمعوا معناتها بمعنى انه مازالوا اه معناتها مازالوا ما صبوش حتى هما في الشعبوية وفي السهولة وفي الابتذال اه اللي يقارنوا في الوضع اللي قاعدة اللي موجود اليوم في العالم يقارنوه تقريبا بما عرفه العالم ايضا في السنوات العشرين من القرن الماضي في السنوات البداية الثلاثين السعود النازية والفاشية السعود الطيارات اليمينية المتطرفة مع نوع من باش مبسط و خاطر الموضوع رو يحبلو برشا تفاصيل و برشا عمق و برشا بحث مع يعني حاشتين مع بعضهم فقدان الثقة في مسألة التمثيلية السياسية بصفة عامة وازمة اقتصادية عامة تقريبا الناس لأسباب متعدة ولعوامل يطول شرحها بتبعية الحال الناس تعتبر وهذا حقيقة أنه مقدرتها شرائية طاحت برشا الناس معادش خالطة ناس تعبة وبتالي معادش عندهم رحابة الصدر خلينا نقوله اللي تقبل الرأي والرأي الآخر والعمق في الأراء ولي حويش من نوع ذي خطر ذي كله يحبلوا مجهود ويحبلوا إفور وناس طواب صفة عامة في تونس ولا في غير تونس معادش مستعدين أنهم يعملوا إفور هذاك عليش الأفكار الشعبوية والأفكار هكا الأفكار المسبقة والحويج اللي تتبنى على إشاعات جميلة هذو ما كلهم يولي عندهم يعني نجاح كبير ورواج في المجتمعات وتتبنى عليهم ما نقولوش حتى سياسات ولكن تبنى عليهم خاصة انتصارات انتخابي شكرا لك مروان عشوري فاصل قصير وشنا نتلقو في قراءتنا وتعليقنا على الأخبار مع زيني بالباستي اللي تتبنى على أهتمام اللي تتبع لك تشاهدون اللي تتبع لك